ونبقى في الإقليم حيث أفادت مصادر أمنية في محافظة أربيل بمقتل نائب القنصل التركي العام مع أحد مرافقه وإصابة أخر بهجوم مسلح مؤشرة إلى أنهم كانوا موجودين داخل مطعم قريب من القنصلية وسط أربيل وكشف مصدر مطلع عن أن شخصين نفذ الهجوم على موظفي القنصلية بعد دخولهم المطعم باستخدام مسدس وهربا على الفور بعد تنفيذهما العملية من جهته دان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف الحادث مؤكدا أن الوزارة تنسق مع الجهات الرسمية للوقوف على تفاصيل مقتل دبلماسي تركي في أربيل من جانبها قالت مديرية أسايش أربيل في بيان لها نود أن نطمئن أهالي أربيل وخصوصا الدبلماسيين أننا لن نسمح لأي أحد بزعزعة الأمن والاستقرار في إقليم كردستان وفتحنا تحقيقا في الحادث وسينال الجنات عقابهم العادل ترجمة نانسي قنقر